الذكاء العاطفي هو القدرة على التعرف على مشاعرنا ومشاعر الآخرين وفهم تأثيرها إنه ليس مجرد شعور بل هو مهارة يمكن تطويرها عندما نتحدث عن أشخاص يعتبرون مستمعين جيدين نجد أن لديهم القدرة على اختيار كلماتهم بعناية مما يجعلنا نشعر بالراحة حتى في أصعب الأوقات هؤلاء الأشخاص يعرفون كيف يتعاملون مع العواطف ويستخدمون تلك المعرفة للتواصل بشكل فعال الذكاء العاطفي مهم لأنه يعزز من قدرتنا على التفاعل مع الآخرين ويجعلنا أكثر تعاطفا ورحمة الأشخاص الذين يتمتعون بهذا الذكاء يميلون إلى تحقيق نجاح أكبر في حياتهم لذلك من الضروري أن نعمل على تطوير هذه المهارة يمكننا تحقيق ذلك من خلال التعلم المستمر والاستماع وممارسة التعاطف في هذه الدورة سأشارك معكم خلاصة أكثر من عشر سنوات من البحث والتحليل حول الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي سأنقل لكم نصائح وتجارب قد تكون مفيدة في تعزيز هذه المهارات تذكروا التغيير يبدأ منكم فاستعينوا بالله وامضوا قدما ما هو الذكاء العاطفي؟ الذكاء العاطفي أو الـ Emotional Intelligence هو تلك المقدرة على التعرف على مشاعرك الخاصة وفهم مغزاها وأثرها على الأشخاص الآخرين من حولك كما ينطوي الذكاء العاطفي أيضا على مراقبة الغير وملاحظتهم حينما تفهم مشاعر الآخرين سيصبح في وسعك إدارة مشاعرك على نحو أفضل وبالتالي تحقيق نجاحات أكبر في حياتك غالبا ما يكون الأشخاص ذو الذكاء العاطفي العالي أكثر نجاحا من غيرهم لماذا؟ ذلك لأنهم يعرفون تماما كيف يتعاملون مع الآخرين وحينما تبنى الفرق والأقسام الوظيفة يكونون هم من يرغب الجميع في العمل معهم إنهم يجعلون الآخرين يشعرون بحال أفضل وبالتالي تصبح الحياة أسهل بالنسبة لهم من أولئك الذين يغضبون أو ينزعجون بسرعة خصائص وعناصر الذكاء العاطفي في كتاب من تأليف عالم النفس الأمريكي دانييل جولمان تم التطرق إلى خمسة عناصر أساسية تحدد الذكاء العاطفي ويتميز بها سنتطرق لها بتصرف وهو ما نحاول فعله في بعض الاستفتاءات وهي عندنا كمسلمين مراجعة النفس ومعرفة عيوبها وأخطائها ومواجهتها وإصلاحها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها بعد قسم وقسم في سورة الشمس الأشخاص الذين يتمتعون بذكاء عاطفي مرتفع يكونون في العادة أكثر صدقا مع أنفسهم من غيرهم إنهم يفهمون مشاعرهم تمام الفهم وصريحون مع أنفسهم تمام الصراحة يواجهون عيوبهم وأخطائهم محاولون إصلاحها ولهذا السبب فهم لا يسمحون لمشاعرهم أن تتحكم فيهم ولا يسمحون لمشاعرهم بالخروج عن السيطرة إنهم يعرفون نقاط قوتهم ومواضع ضعفهم ويعملون بجد للتغلب عليها من أجل تحقيق أداء أفضل مدركون تمام الإدراك أن الإنسان ضعيف يعتريه النقص وإن العيب ليس في الاعتراف بالخطأ أو الاعتراف بالتقصير ومحاولة إصلاحه بل إن العيب كل العيب في التبريرات والكذب على النفس خير الخطائين التوابون من الجدير بالذكر أن الوعي بالذات أو ألواح مصارحة النفس أي مواجهة النفس يعتبر أهم عنصر وخاصية من خصائص الذكاء العاطفي التنظيم الذاتي ويقصد به القدرة على التحكم في المشاعر والسيطرة عليها هؤلاء الأشخاص الذين يملكون مهارة التحكم في النفس لا يسمحون لأنفسهم بالشعور بالغضب الشديد أو الغيرة الشديدة إنهم لا يتخذون قرارات متسرعة ومتهورة بل يفكرون جيدا قبل التصرف في أي موقف أما عن أهم صفات التي ترتبط بأولئك الذين يتمتعون بحس التنظيم الذاتي فتشمل الآتي التفكير بعمق دون تسرع في الإحكام التأقلم السريع مع الظروف والمتغيرات النزاهة قول الحق ولو على النفس القدرة والشجاعة على قولي لا ثلاثة التحفيز والحماس موتيفيشن العنصر الثالث من عناصر أترى الذكاء العاطفي هو الحماس فالأشخاص الأذكياء عاطفيا عادة ما يكونون متحفزين ومتحمسين ونجدهم يتخلون في الكثير من الأحيان عن النتائج الفورية طمعا في النجاح على المدى البعيد الواقعية والبعد عن المثالية المدمرة ليس هذا وحسب فهم أصحاب إنتاجية عالية ويحبون التحديات كما أنهم يبدون كفاءة وفعالية في كل ما يقومون به وقد لا أجد حافزا يمكن للمرء أن يحفز به نفسه أكثر من فزعه للصلاة أو الذكر أو القرآن بفهم وشعور وتدبر لما عاشه النبي والصحابة رضوان الله عليهم تناولنا بعضا من تدبراتنا لسور القرآن كسورة الفرقان والنحل والملك والعنكبوت والقيامة والقلم كما أننا في هذه الدورات سنتناول بعض السور القرآنية التي تصب في نفس الموضوع ونستهدي بهدي رسول الله في التعامل مع بعض المواقف الصعبة كما أن اليوتوب مليء بالدروس القيمة لكبار المشايخ حفظهم الله عن تعلم وتدارس القرآن والانتفاع منه وما يعين على ذلك أن يفزع المرء لله حال طرابه وفزعه وحزنه وكربه فقد ثبت عنه أنه كان إذا حزبه أمر يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظي هذا دعاء الكرب ويدعو بعد ذلك بما يهمه وكان يستعين بالصبر والصلاة إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وصلى ما تيسر عليه الصلاة والسلام عملا بقول الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة البقرة نعم فالسنة للمؤمن إذا حزبه أمر أن يفزع إلى الصلاة والدعاء وهذا الذكر لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ثم يدعو مع ذلك بما يسر الله له ويبدأ الدعاء بالحمد ويختم بالصلاة على النبي هذا من أسباب الإجابة تابع لأثر القرآن والأعمال الصالحة في تحفيز المؤمن والتخفيف عنه وتوضيح مساره ومعالم طريقه تابع لبند التحفيز موتيفيشن شوء الذكاء العاطفي يقول الشيخ ابن باز رحمه الله عن أثر العبادة في علاج القلوب فعليك يا عبدالله بالعناية بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعقلا واستماعا للاستفادة لعلاج قلبك وأمراض قلبك وأمراض مجتمعك وأمراض شهواتك لعلك تستفيد فترجع إلى الصواب والحق والهدى وهكذا الإنابة إلى الله بالتوبة النصوح مما سبق من أمراضك من سيئاتك فإن التوبة علاج عاجل يمحو الله بها الخطايا والسيئات ويطيب بها القلوب ويصلح بها الأحوال سبحانه وتعالى وهكذا الاكثار من ذكر الله والاكثار من الأعمال الصالحات من الصلوات والصيام والصدقات ومجالسة الأخيار والبعد عن مجالسة الأشرار إلى غير ذلك من أنواع الخير فإن القلوب تصدأ ويصيبها من الصدأ والوسخ ما يصيبها وطاعة الله ورسوله والاكثار من ذكر الله وقراءة القرآن والعناية بالأعمال الصالحات من الصلوات والصدقات والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار كل هذه أدوية وأنواع من العلاج لما علق بقلبك من الصدأ والسواد والقسوة ونحو ذلك وقد تشتد القسوة ويشتد المرض على الإنسان في قلبه حتى يطبع عليه وحتى يموت ويختم عليه نعوذ بالله بسبب عدم صرافه عما هو فيه من الباطل وبسبب إصراره على الباطل فيختم على قلبه ويطبع عليه ويموت نسأل الله العافية حتى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه هذا هو الداء العظيم والداء العضال والشر المستطير نسأل الله العافية فعلى المؤمن وعلى المسلم أن يحذر ذلك كله وأن يجتهد في الأدوية النافعة من كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وبكل ما يستطيع من أنواع الخير لعل الله جل وعلا يحيي قلبه ويرده إلى السلامة فالذي يحيي الأرض بعد موتها هو القادر سبحانه على أن يحيي قلبك ويرده إلى حاله الأولى من الاستقامة والطهارة والخضوع لله والشوق إليه والقيام بحقه سبحانه وتعالى فلا تيأس من ذلك قال الله جل وعلا عن نبيه يعقوب ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يوسف وقال لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الزمر فلا ينبغي للعبد بل لا يجوز له أبدا أن يقنط ولا ييأس بل لا يزال يطلب ربه التوفيق والهداية ويرجوه سبحانه ويأخذ بالأسباب الطيبة بأسباب الهداية من الأعمال الصالحات والتوبة النصوح وحضور مجالس العلم وحلقات العلم فإن فيها الخير العظيم وحضور أيضا الأخيار وصحبتهم مع دعاء الله والضراعة إليه بطلب التوفيق والهداية والمن بالتوبة الصادقة النصوح والعافية من مضلات الفتن ومن شرور النفس ومن سيئات الأعمال المهارات الاجتماعية Social Skills من السهل عادة التحدث مع الأشخاص الذين يمتلكون مهارات اجتماعية متقدمة وهي سمة أخرى من سمات وخصائص الذكاء العاطفي غالبا ما ينظر إلى هؤلاء الأشخاص الذين يمتلكون مهارات اجتماعية متقدمة على أنهم بارعون في العمل ضمن فريق وبدلا من التركيز على نجاحهم أولا فهم يساعدون الآخرين على التطور والنجاح ليس هذا وحسب إذ أن أصحاب المهارات الاجتماعية المتقدمة بارعون للغاية في بناء العلاقات طويلة الأمد والحفاظ عليها ولديهم مهارات تواصل متقدمة أيضا ما هي أهمية الذكاء العاطفي؟ جميعنا نعلم أن الأشخاص الأذكى ليسهم بالضرورة الأكثر نجاحا أو رضا فلعلك قابلت أشخاصا متفوقين أكاديميا لكنهم غير مؤهلين اجتماعيا وغير ناجحين في علاقاتهم أو وظائفهم الذكاء العلمي أو الـ IQ اختصارا ليس العامل الوحيد لتحقيق النجاح في الحياة صحيح أنه قد يساعدك على الالتحاق بالجامعة ودراسة تخصص صعب للغاية لكنه قد لا يضمن لك النجاح في الوظيفة أو في علاقاتك مع زملائك ورؤسائك في العمل لاحقا ولن يساعدك على السيطرة على توترك وخوفك خلال الامتحانات أو المقابلات الوظيفية في الواقع الذكاء العاطفي أو الـ IQ هو من يتكفل بذلك بمعنى آخر يعمل كل من الذكاء العاطفي والعلمي معا بشكل متوازن لتحقيق النجاح لك واحد أهمية الذكاء العاطفي في الدراسة والعمل يمكن أن يساعدك الذكاء العاطفي العالي في التغلب على التعقيدات الاجتماعية في مكان العمل أو الدراسة كما يلعب دورا مهما في قيادة الآخرين وتحفيزهم والتفوق في الحياة المهنية بشكل عام في الواقع حينما يتعلق الأمر بالعثور على موظفين للمناصب الوظيفية المهمة فإن العديد من الشركات الآن تصنف الذكاء العاطفي على أنه في غاية الأهمية ويماثل القدرات التقنية والعلمية بل إن الكثير من هذه الشركات تجري اختبارات لقياس الذكاء العاطفي قبل عملية التوظيف اثنين أهمية الذكاء العاطفي في الصحة الجسدية إن كنت غير قادر على السيطرة على مشاعرك فأنت على الأغلب غير قادر على التحكم في مستويات التوتر لديك أيضا الأمر الذي قد يؤدي إلى الكثير من المشاكل الصحية الخطيرة التوتر الشديد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وإضعاف جهاز المناعة وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية كما يسرع التقدم في السن أيضا لذا فإن أولى خطوات التغلب على هذه المشكلات الصحية تتمثل في العمل على تطوير وتنمية مهارات الذكاء العاطفي لديك ثلاثة أهمية الذكاء العاطفي لصحة النفسية المشاكل الصحية الجسدية ليست النتيجة السلبية الوحيدة للتوتر والفشل في السيطرة على المشاعر فصحتك النفسية ستعاني أيضا إن فشلت في فهم مشاعرك وإدارتها وتوازنها فسوف تواجه صعوبات جمة في بناء علاقات قوية مما قد يسبب لك شعورا متعظما ومتزايدا بالوحدة والعزلة الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى الإصابة بالعديد من الأمراض النفسية وعلى رأسها الاكتئاب أربعة أهمية ألا الذكاء العاطفي في بناء العلاقات من خلال فهم مشاعرك الخاصة والتمرن على إدارتها سيصبح في وسعك التعبير عنها بصورة أفضل وفهم مشاعر الآخرين أيضا وهو ما يساعدك على التواصل الفعال وبناء علاقات أفضل وأقوى مع الآخرين سواء على الصعيد المهني أو الشخصي أو العاطفي اشتركوا في القناة